موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم فيديو جديد مليء بالطاقة الإيجابية والنشاط اول حاجة بديت بها نهارية فتحت لطيق تواعي دخلت الشمس للدار كما تعرفوا الشمس راح تعطيك طاقة كبيرة كما العادة بديت بلا سرير نشرت الفرش تعي نظفت سرير يعني نظمت سرير تعي نظفت الحمام قضيت بزيف سوالح كما تعودنا نبدو دائما بالسرير بالحمام نبدو بالأمور اللي تنقص علينا شول هنا رجعت كل الحاجة البلاست هار بعدما شمست الفرش تعي نظفته نظفت الأرضيات نتاوعية رجعت كل شي مكانه كنت هذو كل الأسلات اللي رمحتوطين الثمام بش نطم فيهم للحويش تع الطفل تعي وجدتهم الثمام المهم يعني رجعت لفرشت السرير تعول دي وبنتي ثانية نفضت الفرش تاحها نفضت السلة هذي كنت شاركتها معكم من قبل في القناة الثانية كيفش خدمتها الفرش هذا ثاني كيفش خيطته تلقوا كل التفاصيل في القناة الثانية لينا دي اي واي نفضت لفرش تعي وعودت فرشته وهكذا نضمنت باللي يعني فرش هنظيف هي وولدي ورحت بش نبتان يعني نظفهم لأنه اليوم ما راح جيني ضيفة راح نوجدهم على بكري هنه بديت بطفل تعي هذي تدبيره يعني يقولها لكم لا القشت على طفلك ولا القشت على زوجتها ولا اي ان كان حاولي وجديه قبل بليلا ولا صباح كيت نوضي حطيه في مكان مخصص كما كده بش كيت تنوي انك تتغيري ملابسك ولا تلقيه واجده تساداي الفوضى انا بديت بماروين يعني دوشت له لبست له قشو حطيته في يعني يلعب ورحت البنتي اليوم ما دوشت لهاش مسحة العبرك بس حكي ما شفتو حطيت كلش قريبلية بش كين نتفرغي لها كين نمسح لها نلقى كلش بحذية راح ندير لكم فيديوهات تخص تربية وتنظيف الطفل انتظروني ان شاء الله راح نقدم لكم بزاف فيديوهات راح تهمكم اكيد الامهات هنه بعد ما حطيت بنتي رقدت حطيتها ترقوتها قولتها ينستغل الفرصة مدام هاي راقدة نكمل شغالاتي بديت نمسح الاسطح كي ما على بلكم تنظيف الاسطح من الاشياء ولا الامور اللي تخلي يومنا يفوت مرتب ومنظم يعني تمسحي الاسطح تمسحي الغبار تلمعي الاثاث الخشب هنا الخلطة هذي كنت شاركتها معاكم من قبل تحت تنظيف الزجاج كنت شاركتها معاكم في فيديو سابق يقول لي هو طريقتي في تنظيف السالون روتيني في تنظيف السالون راح نخليكم يعني 개ثر في صندوق الوصف ولا راح تلقاوه في القناة يعني اذا حوزتو عليه روتيني في تنظيف السالون وخلطة الكارلاج راح تلقاوه في هذك الفيديو هنا لمعت زجاج داعي بهذا الخلطة صدقا يعني خلطة روعة نتمنى يعني تجربوها رح تلقاوها في الفيديو كي ما قلت لكم هنا فقط نحاول يعني دائما نخلوا نديروا غير شغالات لي يخلوا يومنا يفوت بسلاسة ويفوت بنظام بش نستغلوا كل دقيقة فيه بشكل منظم بعد ما نضفت زجاج داعي نضفت ايضا زجاج داعي النوافذ فت على الخشب كامل تاعي لمعته بموزيل الغبار بعدها روحت نفطت الفراج داعي كامل عودت فرشته وفرشت لحطيت يعني كل حاجة في بلاستها السالون خلاص كمل الغرف توعي خلاص رمضاف حمامي نضيف ولادي رمف في مكانه منضاف هنه رح ندخل للمطبخ بعد ما كملت اشغالي في المنزل والاكيد يعني صورت لكم جزء منه فقط لانه الفيديو رح يكون طويل بساف وكاين ونطقي يعني منفضلش اني نصور فيهم نضفت كل الدار يعني ما خليت حتى مكان بطور بروتيني يعني المعتاد اليومي هنه فوت للمطبخ كان الغداء كان عندي وكنت يعني زوج تاعي مش رح يتغدى في الدار اذا قلت علاش من وجدش عشان تاعي باش كي تخرج يعني الضيفة انه نكون يعني منظمة ومن حصلش مع الكوزينا بحكم انه رح تكون لما عندها القهوة وهذو كل امور رح يعني بعطر لي الكوزينا رح يكون عندي شغل يعني زائد علاش من منكمل الشغل يعني ما نظمش وقتي بحيث اني نوجد العشاء نتاعي اعلى بكري كيما هناك هل عشان تعي يا جيش يعني رح نقليه اه هنا قصيته حطيته في تتبيل انتاعو خليتو ايا يتشبع من هذيك تتبيل انتاعو درت له توابل تاعو درت توابل تاع الشورمة درت شوية ثوم شوية هذا الثوم اللي بنات كنت خدمتو معاكم من قبل شي يحتور اني رحيتو اه فلفل لك حل درت التوابل يعني اللي كل واحدة ذوقها وطريقتها كنت شاركتكم طريقتي من القبل راه موجودة في القناة وخليتو في الثلاجة بعد ما خطيتو خليتو اه يمتص هذيك هذيك هذوك توابل اه ودرت له شوية زيت يعني بش تساعدو انه يمتص هذيك توابل وخليتو في الثلاجة اه ايضا من الطفل تاعي يعني ما يحبش هاد دجاج اللي قطع روحت درت له اه اه يفيلي تعد جاج اه قصيتو قصيتو بعد في المساء يعني رح نديرو في في بيض وفارينا ونشابلور ونقليه يعني يحبو بهذا الطريقة هكذا تعشت خلص يعني من عشان تاعي اه ونظر كان نفوت اني نحضر للمائدة نتاعي تعال القهوان نستقبل الضيفة اه اكيد لازم نحمر وجهي قدامها اهنا فوت حضرت تحلية اه تحلية يعني ما كانش عندي البيض اه قلت اه بعد ما تحمر لي جبت كنسب كأس سكر مع كأس ونصف من الماء وحطيتهم يعني طابولي كما الكرامل حتى تحصلت على سائل بعد هذك سائل سبيت بيه الخبز هذك لازم تشمخيه مليح بش يعني تروح له هذك لبوسياء ويرجع اه بعدها يعني فوت اه ترت لالكريمة يعني هذك تحليات تناسب بزاف الناس اللي اه مثلا عندهم حساسية من البيض ولا ولا مثلا ما عندهمش البيض كيما ان اليوم ما كانش عندي البيض ترت هذك تحليه على السريع سريعة جدا مدت لش بزاف الوقت يعني وجهت طعمها رائع اه يعني رائعة الكريمة حطيت جوج مغرف اه فارينا مع مغرف انشا وثلاثة ملاعق ثلاثة مغرف سكر وحطيتهم مع نصف اه لتر من الحليب اه فوق النار اه كيما متزشوا مع بعضهم ستلهم اه ستلهم مغرف زبدة وشوية فاني تقدري ديري نكه اللي تحبيها كيما ندرت فاني عادي عبرة تقدري لا تدري اه سائل ولا تدري اي اي اكستري اخر يعني ذوقت على الحاجة اللي تحبيها وتخليهم تحركيهم مليح طيج جانسو بعد ما وجدت الكريمة اه حطيتها بهذا الشكل فوق هذا الخبز اه يعني وتحاول انك تبسطيها على كامل هذا الخبز بحيث انك تغطي كامل ما تخلي حتى بلاسات بين وحاولي ترجيها ترجي البلاتاك باش ته اه 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 اضغطت حمام مائي وغطيتها مليح اضغطت الصلاة اضغطت سينية اضغطت مخبية اضغطت مليح اضغطت المائدة اضغطت الحوايج اضغطت المتابعة اضغطت دورة اضغطت المنزل اضغطت المطقر اضغطت المنزل اضغطت المتابعة هذه التحلية فقط يعني حاولي خليها على الاقل اكثر من ثلاث ساعات في الثلاجة لانه انا خليتها قل شوفوا كي قصيتها ما جاتش يعني في نسان تحاملها بالصح يعني لو كانت خلوها في الثلاجة اكثر راح تجي روعة روعة شكلا ومذاقا وهذه الطمينة يعني الاضاءة كانت شوية كنت ظلمت الدنيا جات روعة يعني ما شاء الله هذه الطمينة كنت يعني صورتها فقط لانه خلاص كانت جات ضيفة والميدة خلاص تخلطت حبيت فقط تضيت لكم يعني صورة عليها هذه الكادو اللي جابتوا معها يعني نشكرها راح نجاوب على بزاف اسئلة جاوني في القناة لا الحقيقة اسكودرت ولا لا لا مدرت لقهوة لا عقيقة يعني كنت جاهزت قرى بديت تجهزت بش ندير لكن للأسف يعني الظروف ما سمحتش أجلتها يعني العق أجلتها قهوة مدرتش صراحة بالنسبة اللي سقسوني على الولادة زعي الولادة كانت قيصارية للأسف كنت نوية يعني كانت نورمال مطبعية لكن فاتت قيصارية وبالنسبة اللي سقسوني على اسم بنتي اسم بنتي لينا على بها اسم قناتي الثانية باسمها لينا دي اي واي هذا هو الفيديو بالنسبة لليوم نتمنى أنه يكون لإعجابكم وإلى لقاء إن شاء الله في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر